ونحن نتكلم عن الدعم العربي أستاذ أشرف في بعض المواقف يمكن جمانا قالت موقف منهم موقف الشيخ زايد من سلطان أهيان رحمه الله السعودية حضرك أشارت ليها سواء في دعمها لسوريا أو لكن هنتكلم عن الجزئية الخاصة بمصر وكان فيه لقاء قبل الحرب ما بين الرئيس السادات رحمة الله عليه والملك فيصل ويمكن كان فيه ترحيب بعد كده بعد الحرب والانتصار موقف السعودية تحديدا موقف محتاجين نقف قدامه لأنه كان موقف لا يختلف كثيرا عن موقف الإمارات وهي مسألة ورقة الضغط للعرب من خلال النفط وتم تخفيض الانتاج والتهديد حتى بعد الحرب وما خلصت بأكثر من كم شهر كان الموقف مازال حظر اللي هو الانتاج بتاع البترول حضرك شايف اللحمة العربية ونحن نتكلم النهاردة بعد 48 سنة والحروب لا تنتهي والأزمات لا تتوقف إيه الرسالة اللي احنا بنتكلم فيها النهاردة في ظل الدعم المصري لكل الأشقاء العرب في الحفاظ على وحدة النسيج العربي لا بس أنا الأول يعني هاديف إضافة للحضر قلت عن السعودية سعودية لعب الدور يعني أخطر وأهم مما يتخيل أحد تدرجة أن الإدارة الأمريكية لأن السعودية هي المنتج الرئيسي للنفط والمنتج الرئيسي للنفط الأمريكي دلوقتي أمريكا بتنتج نفط داخلي كان معظم البترول جاي من الخليج ومن سعودية الملك فيصل رحمة الله عليه بلغ الأمريكان أنه مش هيهمه أي ضغط وأي تدخل وأنه مستعد يرجع يعيش في الخيمة تاني وحتى يقال أنه يعني اغتيال الملك فيصل رحمة الله عليه فيما بعد ده نتيجة الموقف اللي هو قام به دفاعا عن مصر وسوريا ودفاعا عن الشرف والقرامة العربية طبعا المملكة العربية السعودية قامت بأدوار أكتر من رائعة في هذا المجال والملك فيصل سيذكر اسمه طالما ذكر حرب أكتوبر ربما ده كان أفضل شيء كان ممكن نتخيله وطبعا مع الشيخ زايد رحمة الله عليه لكن كانت مواقف هائلة مواقف يعني مساندة جدا للشعب المصري وللدولة المصرية وللجيش المصري أحدك معفوا السؤال كان اللحمة العربية في الوقت الحالة لأن الحروب حتى لو تغيرت أشكالها لا تنتهي والأزمات أيضا اللي بتمر بها الدول لن تنتهي محتاجين نرجع تاني لللحمة العربية اللي حصلت فيه 73 مصر بتسير في هذا الاتجاه أولا مصر فيه سفر مشاكل مع الدول العربية فيش مشاكل مع الدول العربية تحسن العلاقات فترة من الفترات لما الرئيس السيسي جي وبعد 30 يونيو كان فيه مشاكل عربية أكتر من دلوقتي بكتير كنا شايفين الصورة مثلا في سوريا وكان بعض الأطراف العربية ضد سوريا ومع إسقاط الدولة في سوريا علشان رفضا للأسد الرئيس السيسي قال لهم لابد من الحفاظ على الدولة القومية والجيش الوطني جماعة فيه فرق بين أننا يعني عايزين بنرفض سياسة حاكمنا وفيه فرق بين أننا ندمر دولة سوريا كانت جناح من أهم أجنحة الدفاع عن العالم العربي والإسلامي عبر التاريخ وهذه الرؤية في البداية كان البعض بيرفضها الآن الرؤية المصرية للتعامل مع سوريا انتصرت معظم الدول العربية حسنت علاقاتها مع سوريا وربما تعود سوريا لجامعة الدول العربية في القمة المقبلة هذه الرؤية يعني الأيام أثبتت صحتها بكل تأكيد